إن تحرير الصنعاء يبدأ بتحرير القرار الوطني حرب أعد لها طويلاً في بلد يبدو حتى اللحظة أن السلام بعيد عنه حرب بات السكوت عنها استمراراً بإغراق البلد في فوضى التقسيم والتمزق وضع الحكومة الشرعية في الرياض يبدو تعبيراً واضحاً عن حالة استلاب القرار السياسي والسيادي للبلد وسط موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت شرعية هذه لا تزال قائمة وعن موقعها من القضايا القائمة نعم الشرعية تحولت إلى أداة تشرع للمحتل الخارجي احتلال البلاد الشرعية ليست شيك على بياض وهي ليست أشخاص مرتهنون للمحتل والوصايا الخارجية الشرعية استحقاقات وواجبات ومهام وبهذا المعنى فإن الذين سوف يرفضون كلا الاحتلالين الداخلي والخارجي ويتمردون عليهما معاً ويعملون من أجل استعادة الجمهورية وتمكين المشروع الاتحادي هم وحدهم الشرعية وهم وحدهم الشرعيون يتهرب التحالف من التزامات السلام وبن الديمقراطية المحتملة في البلد الجار تاركاً اليمنيين محاطين بالكوارث التي تتعظم يوماً بعد آخر لا بديل عن السلام غير استمرار الحرب وإدامة الفوضى وشبح التقسيم الذي يحيط بمستقبل اليمن ومعه يفقد اليمنيون بلادهم وتضيع دماؤهم وتتضاعف خسائرهم دون جدوى وسط هذا الركام لا مؤشرات عن سلام حقيقي أو تسوية سياسية من المحتمل أن تنتج دويلات محكومة بهيمنة دول إقليمية معركة استعادة الدولة تحولت إلى مجرد صراع بين مليشيات متعددة الولاءات في بلد يتشضى بمباركة سعودية إماراتية وغياب أي أفق لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات خصوصاً بعد أن تغيرت أولويات التحالف المعلنة لا يعيد المستقبل بتغيير حقيقي كما يقول مراقبون فيما لو بقيت القوى والتوجهات السياسية على حالتها من الجمود وسط بلاد عملت التدخلات الإقليمية والدولية على مصادرة قضيته وحق شعبه في رسم نهاية لهذه الطريق تتعدد سيناريوهات الحرب وما بعدها أما فرضية انتصار اليمنيين على مشاريع الفوضى والتقسيم والوصول إلى بر الأمان فهي غائبة حتى الآن ولا أحد يجيب